من وعد بلفور الذي اجتمعت فيه المصالح الصهيونية والاستعمارية في مقدمتها بريطانيا في ذلك الوقت وتم بموجبه منح الكيان أرضاً انتزعت بالقوة من الشعب الفلسطيني إلى إعلان لندن رسمياً حركة حماس منظمة إرهابية وحظرها في المملكة خطوة فسرها محللون بانحياز واضح للكيان للضغط على الحركة بشأن تبادل الأسرة والحصار المفروض على غزة رداً على القرار البريطاني بشأن حظر حماس واعتبارها إرهابية الذي أعاد إلى الأذهان قرارات معادية أصدرتها لندن اتجاه الفلسطين أعطت الحركة توجيهات للعمل على حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية على المستوى العربي الإسلامي والدولي من أجل مواجهة القرار الأخير بحقها الذي اعتبرته انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية ودعماً لمشروع الاحتلال القرار البريطاني الأخير الذي اعتبره بعضهم منحازاً للاحتلال الإسرائيلي وصفته حماس بأنه جريمة ضد الشعب الفلسطيني سبقه إجراء مماثل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوبل بالترحيب من الكيان الصهيوني ترجمة نانسي قنقر